وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الارتريا أصمرة في زيارة يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس أسياس أفورقي وأفادت الخارجية أن رسالة تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور والتنصيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما يعقد الوزير شكري جلسة مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية في دولة أريتريا عثمان صالح بشأن التحديات الإقليمية والدولية راهنة وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في منطقة القرن الإفريقي بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي